كلنا طبعا عارفين طابع البريد اللي بتبقى علىها مميزة بتوضع على الرسائل المعدة للإرسال عشان يتعرف انها اجرط البريد مدفوعة مسبقا ولكن تعالوا نشوف اول اصدارات للطابعة المصرية ده اول طابع بريد مصري بيرجع لعام 1866 من فئة اور بارة وور هي العشرة اما البارة فهي عملة قديمة استخدامتها الدولة العثمانية وكانت تساوي ربع ملي يعني اول طابع بريد مصري كان اجرطه ربع ملي وطبعا توالب بعد كده اصدارات الطابع ونلاحظ ان يمكن ابو الهول والهرم باشكال مختلفة هو اللي كان مميز او على مميزة على زي الطابع مع طبعا اختلاف القيمة ويمكن كمان الكلام المكتوب يعني هنا بوسطة خدوية مصر او بوسطة خدوية مصر ده سنة 74 وطبعا مع اختلاف الالوان برضو ويمكن سنة 78 هو برضو ابو الهول والهرم مع اختلاف التصميم ومكتوب عليه بوسطة مصر حتى مكتوب بوسطة بالتاء مش بالطاقة حسب ما احنا متعودين انطاقها ملكة مصريين وشايفين هنا نفس الطابع هوات بس الاشكال هنا الشكل اختلف وتحطط عليه يعني التصميمات مختلفة ومكتوب هنا مسلا طبعا مكتوب عليه ميري بوسطة مصر برضو اشتركوا في القناة